اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين أسعد الله أقاتكم بكل خير نقفوا إياكم عند خصلة حميدة يجب أن يتحلى بها الثوار والمجاهدون وكذلك المدنيون وعامة الناس مسألة الإخلاص الإخلاص هذه الخصلة التي للأسف غابت عند بعض الشباب سواء المجاهد وسواء العاديين ناس العاديين غابت خصلة الإخلاص تعالوا لنقف عند أنموذجين اثنين الأنموذج الأول زين العابدين ابن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى هذا كان من شدة إخلاصه كان بنفسه يدور على المساكين والأرامل يحمل المؤنى على كتفه على ظهره ثم يذهب ليلاً فيطرق باب المسكين وباب الأرملة ويضع المؤن عند الباب ثم يمشي ثم يمضي يفتحون وإذ بالزاد أمام بيوتهم فيأخذون بقي على هذه الحالة زين العابدين سنين سنين على هذه الحالة تصل المؤن والزاد إلى بيوت المساكين والأرامل سنين على هذه الحالة لم يعرفوا متى علموا؟ علموا عندما توفي زين العابدين عندما توفي وضعوه على المختسل وإذ بهم يرون آثار كدمات على ظهره وكتفه من حمل المؤن بنفسه وإيصالها إلى بيوت المساكين والأرامل عندها علم الفقراء أن زين العابدين هم الذي كان ينفق هذا هو الإخلاص الذي نريده هذا هو الإخلاص الذي نتطلع إليه وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح حينما وصف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة الإخلاص اليد هل يوجد شيء أقرب من اليد اليمين إلى الشمال؟ من شدة الإخلاص حتى لا تعلم اليد الشمال ما تنفق اليد اليمين؟ هذا هو الإخلاص الذي نتطلع إليه أخلص أيها المجاهد حينما تحمل سلاحك وتمشي في الشوارع في الأسواق هنا وهناك لماذا تحمل سلاحك؟ تريد أن تقول أنك مقاتل أنك مجاهد أنت في فترة استراحة أنت في فترة استراحة أخلصوا أيها القادة أخلصوا تعالوا لنخلص جميعا مدنيين وعسكريين من أجل أن يمونا الله عز وجل علينا بالفتح المبين مثال آخر وبه أختم النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في غزوة من الغزوات بعد أن انتهت الغزوة يريد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في يوم خيبر أن يوزع الغنائم فلما أراد أن يوزع الغنائم أتى أحد الصحابة كأنه غضب قليلا قال ما على هذا بايعناك يا رسول الله فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما بايعت على ما بايعت قال يا رسول الله والله ما بايعتك إلا على ضربة تأتي إلها هنا وأشار إلى عنقه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن صدق الله يصدقه الله إلا أن يرى مدى إخلاصه هو لا يريد غنائم مع أن الغنائم حق هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوزعهم وهو له سهم قال إن صدق الله يصدقه الله بدأت الجولة الثانية المعركة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام وضعت الحرب وأوزارها المعركة النبي عليه الصلاة والسلام كالعادة يتفقد هل من جريح هل من شهيد فتفقد فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو للصحابة الكرام أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله يقول الصحب الكرام فوالله ما غادر الرمح مكان أنمله الذي أشار إلى عنقه ما غادر الرمح مكان الذي أشار إليه بأصبعه في عنقه ما بايعناك إلا على ضربة تأتيها هنا إن صدق الله يصدقه الله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا له قال اللهم اقبله شهيدا وأنا عليه شهيد أنه من المخلصين في درب الجهاد وفي درب الشهادة لذلك رزقه الله عز وجل هذا الوسام العالي هذا الذي نحتاجه أيها الثوار أيها المتنيون إلى مسألة الإخلاص أيها الأغنياء أخلصوا لله أيها الجنود أيها القادة تعالوا لنتعلم من هؤلاء الذين جعلوا الإخلاص نبراس عيونهم الله أسأل أن يحققني بما أقول هو أن يجعلنا جميعا من المخلصين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة